يعني سريعا فيما يتعلق بنادي الزمالك طبعا موضوع الانتخابات بدأ يسخن دلوقتي لانه احنا على ابواب انتخابات في الاندية والاتحادات كان الكابتح سلبيب اعلن انه هو يعني بيمر بحالة نفسية غير طيبة نتيجة المشاكل المطارة وكذا وكذا وقال انه ابناء النادي مش وقفين معايا امور دي كلها وعلى فكرة تلقيت مكالمة من الكابتن محمود ابورجيلا وهو واحد من اهم رموز نادي الزمالك وانا بقول ده للكابتن حسين لبيب قال انه لو طلب مننا كرموز للنادي ان احنا نروح النادي ونقف ونقعد وكلام ده كله احنا على استعداد بحدش طلب مننا ده دي رسالة على سانة كابتن ابورجيلا واجب علي ان انا طبعا اقولها طيب الاونة الاخيرة وفق المعلومات اللي قدامي انه الكابتن حسين لبيب بدأ يعمل اجتماعات داخل اروقة النادي مع مجموعات ومع رموز من العاب اخرى ومع الجماهير بشكل عام في اشارة الى انه يعني يسوق للانتخابات عكس ما اعلن يعني وايضا وفقا للقدامي انه هو اه اعد مع جنش في مكان ما وطيب خطره عن انه هو اه يعني مشي للظروف اللي حصلت وانه هو ابن النادي ودي حاجة طيبة على فكرة جدا 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 لكن هي اوكلت برضو الى مسألة انتخابية وانه هو بدأ يقعد مع لاعبين في مختلف الالعاب ويتحدث معهم وكذا 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 كنوع من انواع يعني الدعاية الانتخابية حتى ولو ما كانتش واضحة وضوح كامل ان الغرض منها والانتخابات ولكن بيؤخذ دايما هذه الامور دايما على مقربة الانتخابات تلاقي الشخصيات اللي تنتوي الترشح بتعمل اعداد بشكل او باخر بمناسبة وبدون مناسبة كنوع من انواع التقارب العاطفي والوجداني اه طبعا احنا ملناش رأي في موضوع الانتخابات ده اطلاقا هذا هو رأي جميع العمومية كيفما ترى وكيفما تشاء وان الامر متح للجميع بنزاهة وبشرف بنزاهة وبشرف هذا ما ندعو اليه باستمرار يعني الا تكون هناك حروب خفية لازم يبقى عندنا هذا الامر ان احنا نتنافس زي ما دايما بقول بيردو كوبرتاء قال لك نتنافس بشرف هو كان بيكلم على الالعاب الامبية كان بيقول نتنافس بشرف من اجل الوصول الى الاقوى والاعلى والاسرع لديه العاب هنا باخد منه بس نتنافس بشرف فيما اتعلق بالانتخابات بدون دسائس وبدون اشاعات وبدون امور كل واحد بيقدم اوراقه وبيقدم خطته الانتخابية والجمعية العمومية لها ان ترى ما ترى ومن حق كل واحد انه هو يعرض اوراقه وفي النهاية الامر طبعا موكل الى من سيختار هذا هو الامر